السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله وليه الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وبعد مازلنا مواصلين في شرحنا على مختصر الإمام الأخضر الجزائري رحمه الله في شرح الشيخ عبد السميع الآدي الأزهري المصري رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وصلنا إلى قول المصنف والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها وأكل أموال الناس بغير طيب نفس ما زال المصنف يعدد مجموعة من الكبائر وكذلك دمج معها بعضا من الصغائر التي يجب على الإنسان أن يتجنبها وأن لا يقترب منها فبدأ بالزنا والزنا كما تعلمون هو كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات ومن أعظم الآيات التي تذكر الزنا بشكل خطير جدا في سورة الإسراء حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر قبلها آية قتل وذكر بعدها آية قتل فجاء الزنا بين آيتين من آيات القتل فيقول في الأولى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ثم قال ثم قال صدق الله العظيم في الآيات هذه يبين الله سبحانه وتعالى أن الزنا مرتبط كذلك بقتل النفس فبدأ بقتل الأولاد ثم بالزنا ثم بقتل النفس كيف ذلك؟ المرأة إذا ما ألمت بها يعني الشهود ثم زنت فبعد الزنا تطور الحال إلى أن أوشكت على الحمل أو أوشكت على الوضع حست بحاجة في كرش يعني فم جنين ماذا ستصنع؟ بعد اقترافها لجريمة الزنا ويش بش يقولوا عليك العباد وكذا وفك عليك أبري نحيي نحييها ذلك شنوه ذلك؟ قتل ولا مش قتل جاوبوني قتل ما نشعون؟ نفس خلقها الله سبحانه وتعالى فلذي الوقت اللي هي تنحي الجنين ذلك بالإجهاد والعلماء فصلوا قبل الأربعة أشهر كأنه قتل نفسا كأنما فعلت حراما بعد أربعة أشهر كأنما قتلت نفسا ولكن في غالب الأحيان إذا كان مش ضرر للمرأة للأم على الشقتل فيه محرم يعني فيه جريمة ثانية بعد جريمة الزنا فجريمة قتل الأولاد وإذا الموقوذة تسعي لك بأي دنب أن قتل ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول من أكبر كبار أن تجعل لله ندا وهو خلقت وأن تقتل ولدك خشية أن يضعم معك يعني تقتل ولدك خايف بش ما يكلش معاك المات برش ناس يقول لك منين بش نوكلهم ومنين بش نشربهم يا خي أنت أن تتوكل فيهم ونشرب فيهم هاو غدوة جاء لوليد عمره ها ومتتت بوه توفى عمل الحادث وتوفى في بش يضيع لوليد وذلك اللي عمره عام اللي عمره نهار اللي عمره ثواني ما يضيعش ما يضيع حد ربي سبحانه وتعالى فلذلك من قلة وضعف إيمان للناس بعد اقترافهم للجريمة الأولى اقترفت جريمة ثانية وإذا كان تواصل العمر في الزنا وفق بها قوها وإلعمها ولا زوجها واش بيش تصير تصير جريمة أخرى لهي جاوبوني قتل النفس قتل النفس ما لشوه فبالله سبحانه وتعالى بعد ذكر الزنا قال وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَمْ دائماً دائماً وَلَا تَقْرِهُوا عَلَيْهُ شَدُّوهُ بِالْقُوَّةِ وَلَا تَقْرِهُ بِالْقُوَّةِ وَلَا تَقْرِهُ بِالْقُوَّةِ جريمة اقتصاد أو هددوها إما تعمل كذا وإلا نقتل لقبوك ومك وكذا وكذا وإلا نعمل 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 أو نقتلوك فخوفاً اقترفت هذه الفاحشة يعني الإنسان المكره أو الخائف أو تحت التهديد أو ما شابه ذلك فلا ينتنطبق عليه هذه الأحكام مفهوم؟ كذلك تحدثنا في الحصة الزارقة عن اللواء وقلنا أن يأتي الرجل الرجلة وهذا من أكبر كبائر كذلك وهو انتكاس في الفطرة السليمة لأن صاحب الفطرة السليمة الذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الرجل هكذا خلقنا الله سبحانه وتعالى فإذا كان ميل الأنثى للأنثى ويسمى السحاق عند العلماء أو ميل الذكر للذكر ويسمى لوطن يعني إذا كان استفعلوا في بعضهم تعتبر هذه جريم كذلك يخرج منها اللي هو الإكرار من أكرها على السحاق أو أكرها على اللواطن لا شيء عليه في الدين أما إذا كان إنسان بكامل طواعيته وبكامل مداركه العقلية واخترف هذه الفعلة فإن كان حديث عقل بإسلام يبين له إذا كان إنسان ما زل ما يعرفش ما يعرف حق شيء من الأحكام كذلك كان يعبد في شجرة واللي يعبد في صنم الموبي قتل كل عمله يقول له الزنا حرام ولا اللواط حرام ولا الخمر حرام ما يعرف شيء واحد ما يعرف شيء فهذا يبين له وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقل ولا الناس كانت تعيش كما قلنا في العهد في حصة سارقة أنهم كانوا يعيشون في الجاهلية بقواعدهم الجاهلية فكان الرجل منهم يتزوجهم مئة ممرأة مياه يجمع عندها مياه كما قلنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي تزوج مئة مرأة وهنا الآن تحته رغم الميال كلهم يأتمنون بأمره قال فليمسك أربعا وليفارق الباقين ها وجاء الحق ما كانوا شيء عام متزوج ميال ويعيش معهم كيف جاء الحق وجد شريعة الإسنان جاءت لتبين له أبقي عندك أربعة وفارق الباقين قد يشبقين ستة وتسعين مرأة ليست كامل سيبهم وكل كذلك وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف كان ما تزوج وحدة وأختها مع بعضهم حيين قال فلا يا تطلق وحدة وإذا كان ماتت لخرى باشتخذ لخرى أما مع بعضهم الزوز حيين تجمع مبيناتهم فهذا رأهم محرع وهكذا فجاءت الأحكام أما إنسان في شريعة الإسلام ويعرف الأحكام ويعرف أن الزنا حرام ويعرف كذلك اللي وق حرام وهو ماشي ويفسد ويفسد في نفسه ويفسد في غيره فجاءت الشريعة بوضع الحدود وضع الحدود ولدك لو كان ما تحطل لش الحدود رأيه يخربها بتاع ولدك إذا كان ما تكبرش عليه مثال يهز حجرة ويغرب التلف يكسر غدوة يهز حجرة ويغرب لخزان يكسر غدوة رأيه لو كان ما تكلموش بيجي يهز حجرة ويفشخ لك رأسك ولا يضرب أم ولا يضرب الضيف متاعك لأنه ما فمش نوم فمش ردع انسيك فالردع وهي الحدود الله أقول لك تعمل كذار أو كذار تعمل كذار إذا كما فمش حدود ضاعك العباد ولو يعيش كأنهم في غابة أو أتعسى من ذلك ثم تحدثنا بالحصة الفارطة عن أن الإنسان ربما قد يلد مشوها في الخلقة يعمل عملية تجميل العمليات التجميل للرجوع إلى الأصل لا بأس بذلك كما حتى إنسان نعرفه إنسان عادي عنده زوز عينين السيد هذا عنده ثلاثة عينين ينحي الثافة عنده أنف واحد الإنسان هذا عنده زوز أنوف ينحي لفه العد التعديد الأذن كلا ما فمش بلاصة للأذن يعملونها تجويف ويعملونها أذن وفم بعض المواليد يولد ما عنده شي حشاكم أنا لبلاصة مننا يخرج منها الأوساط يسكر فيعملونها الأطباء وهذه عمليات جراحية دقيقة وفي الوقت يلزم يدخل الطبيب بالوقت لإصلاح هذه الصنعة وكلها ري صنعة الله سبحانه وتعالى وأحيانا يكون التشوه وين في الأجهزة التناسلية قد يكون ثم أشياء عادية وبسيطة عوض مثال الأنثيين معناها البيضتين عنده بيضة واحدة لا إشكلة في ذلك وإلا عنده بيضتين واحدة أكبر من الأخرى لا إشكلة في ذلك ولا واحدة فارغة واحدة معرفة لا إشكلة في ذلك أو القصر أو القيون القبيل إلى غير ذلك هذا كلها عديد أما أحيانا يتدخل الطبيب لنزع أشياء أو لزرع أشياء على حسب ما يتناسب بالإنسان باهين نجيه ونشوفه للإنسان الطبيعة البشرية للإنسان إما أن يكون ذكرا أو أن يكون أنثا وفما وهي يتسمى متخنف أو مسترشلة المتخنف من الرجال المتشبه بالنساء والمسترجلة من النساء المتشبهة بالرجال وقت ما يكون هذه الخدمة من اللي هو صغير الطفول الصغير إذا كان مرخوفة يديه نكرسوه وإذا كان ننهار كله هو في حجر النساء حجر أمه وحجر خالفه وإيجا منها وجاملنا ووصل الكبر طفول لعشر صين وخمسة أشتاء وما زال من حجر لحجر وهو داخل للكوجينة هين علموه وينقع أطبع لنا وإيجا يطلع أطل يطلع ني يطلع مخنف أنتم طلعتوها لأنه ربي خلقه ذكرا يخرج يخرجوه ويجب أن يتبع أبوه ويعمل أبوه ويتدرب التدرب منتاع الأولاد إذا كان فهم نشاط رياضي ولا كده ما يتدربش تدرب منتاع الأبنات لا ويخشوشا ويكلفوا بتكاليف ويمشي ويجا ويقضي وكده انبعدوه على المجتمع النسوي البنت كذلك البنت مشكمة في البنت فما بدأت رو مع أبوه كل شيء تخلط معها في الخلق تعسي ماء تليق معها وتفرقص وتخرج وعلى معها في القهوة وهذا سيجار وهذا كذا بنتي قل هذه بنتي بنتي هذه رأي راجل يبدو يقول فيها في الله كيف هي بنتي راجلة مجيغة الأم والبنت والمرأة خلقها الله لوظائف خاصة بيها والرجل كذلك خلقه الله لوظائف خاصة به من أبوه خلطه أذكر ليش فيها لعب لأنها إنسان صاحب الفطرة السليمة والساوية عوض أن يميل وهو ذكر أن يميل إلى مشتمع الذكور ويدخل معاهم ويعيش معاهم لا يميل إلى إلى النساء ويحب الخدمة هذه فيصبح ماذا مخنة فيه اللعب لعن الله المخنفين ورعن الله المتشبهين بالنساء ولعن الله المسترخلة من النساء المتشبهة بالرجال هذا فيه لعب لأنه ما يشبه هكذا خلقه الله لا إنسان عادي شيئا فشيئا بحكم المخالطة أصبحت مثلهم هذه النبه منها المسألة الثانية وهو أن يكون الإنسان رجلا كامل ولكن عنده هرمونات منثوية والمبحث هذا مبحث عنده الطب زادة واضح وجليل ويلزم الطبيب يدخل فيه هذا دخولا عظيمة يعني الطبيب هو الأول المقدمة قبل الفقيه وقبل المفتي وقبل العالم يدخل الطبيب يفصل فالح كي هذا رأى أحيانا يكون رجلا ولكن عنده هرمونات أنثوية الصوت يشفيه صوت صوت المرأة العذوب المرأة الليون المرأة التكسير المرأة إلى غير ذلك فهذا يكلم الطبيب يعمله حصص خرجه مما هو فيه وأحيانا كما تحدثنا في الحصة الفارقة أن يكون رجلا ذا جهاز ثلاثلي لمرأة أو أن يكون بالعكس ولله في خلقه شؤون يتدخل الطب هنا لمعالجة هذا الأمر أي نعم رؤوا سعات إنسان كامل رجل كامل بكامله والعلا قد يقع هذا الخلل وين في الجهاز التنسل إلا هنا يتدخل الطبيب فيبدل ويغير على حسب مع جلسات كبيرة مع المريض على حسب ما يوافق يعني مش يوافق هواه لا على حسب ما يوافق الفطرة السليمة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها وكل ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى من ابتلي بهذا الابتلاء عليه أن يصدر وأن يحتسب وأن يتقل لها سبحانه وتعالى ولا يتمرد على الله ويولي يعصي في الأرض الفساد وما عادش عنده حتى قوانين حتى نواميس به نواصل كذلك قال والنظر إلى الأجنبية الأجنبية لا يقصد بها معنى أجنبية يعني قورية لا تدخل فاهم لقورية أما كل امرأة جاز لك الزواج بها عاجلا أم آجلا أما البقية التي لا يجوز لك الزواج بها بحال فتسمى ماذا محرمة عليك إن المحرمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم تزوش الإنسان أمه لا أمه التي من صلبه التي هو من صلبها وإن علت ما معنى وإن علت يعني أمك وأم أمك وأم أم أمك وهكذا واضح وابنتك وإن سفلت أو نزلت ورح يعني بنتك وبنت بنتك وهكذا أحفاد أحفادك الكل هم ذوما محرمين حرمت عليكم أمهاتكم قلنا نحن حقيقة أو حكما أنا وحكما فما وحدة أمه هي وأمنا الكل حكما اللي هم ما شكون زوجات الرسول صلوا عليهم وسلم وسلم وأزواجه بمهاتهم أذكر ليش يا رب يبينها في سورة الأحزاب وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم يعني زوجة تزوجها سيد بن أبي صلى الله ومات عنها يجي أنت بعدها تحب تتزوجها بأي حق يقول معناها امرأك بقية النساء يقول لا رأي بك أمك شوف السيدة عائشة رأي أمك السيدة حفصة رضي الله عنها أمك أم سلمة وهاتك زوجات الرسول الكل أمهات المؤمنين ولذلك حرم الله علينا الزواج بهن يعني الأم إما حقيقة تكون أمك بالحق ولا جدك ولا أم جدك ولا جد جد إلى غير دل أو أن تكون بالحكم يعني أن زوجات الرسول تعتبر أمهات المؤمنين يعني بشعر المحرمات أرجع إلى آية سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وعماتكم دولة وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأختي وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم حلائل يعني أزواج أبنائكم أولادكم أزواج زوجات أولادكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قال سلف إن الله كان غفورا رحيما كمل للآية الثانية ريتاب على الآية الأولى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم زوجة رجل زوجة فلان أنت بجي تزوجها تعمل زوجة تحت تحت ذمة فلان وهذا يتسمى التحريم المؤقت فلو مات عنها فلان جاز لي أن أتزوجها لعن أما هي مدامها تحت ذمته تعتبر محرمة عليك فالناس النساء التي لا يجوز للإنسان أن يتزوجها بحال بحال محرم يعني أبديا فهذا فيها أحكام خاص أمك خاتك وعمتك وقتك وكذا فيها حالات خاص ورعوة من المصافحة ومن التخبير ومن رؤية شعرها ورقبتها وأطرافها حكم والأخرى حكم خاص اللي هي زوجة الآخر التي بموجه أو بطلاقها جاز لك الزواج بها بعد عدتها لها حكم خاص وتعتبر ضمن الأجنبيات هم والأجنوب لا يجوز لك أن ترى منها كذا وكذا وأطرافها وشعر لا واضح ولا وكذلك النساء الأخرين الكل سواء كان كتابيات يهوديات نصارى والأنساء التي تفهم في الشارع الكل أذوكم من كل الأجنبيات جاز لك ولو بعد حين أن تتزوج بإحداهن في الأهناية الإنسان يغض الطرفة عنها وارح يعني إذا كان شفت حاجة في الشارع غالفة وخارجة على الخزمة رمحة شيء لمرأة عرّت روحها وخرجت أي والراجل ما غضش البصر ومتاع فالله الله سبحانه وتعالى خاطبنا جميعا خاطب الذكر والعنس خاطب الرجل قال غض البصر ومتاع شفت حاجاتي ما هذه بدل ما تبقى شتمعا للنظر لأن ذلك يعتبره بارك الله فيك لأن ذلك يعتبر محرما وخاطب النساء كذلك أن تسور نفسها وأن تغضب بصرها كذلك عن الرجال كيف فيه والغض المتاع البصر إذا نفهمه ذلك مش معناها أي مرأة مثلا أنت تخدم تاجر وإلا تخدم دهان ولا نجار ولا معلم وإن سابج تجيب تسألك وتعاود وتمشي وهو ما يسألوا فيه كنت بتطبس رأسك هكذا لا ترى إليها لا مش كاكة رأوا النظر النظر يقصد به نظر الشهوة غض البصر عن نظر الشهوة أعمل أما كانش الإنسان وكان يبقى مطبس رأسك هو يطب في أول حيط ويضحق عليه الناس ويعثر في أول عثر واضح وكان ابن عباس رضي الله عنه يذكر عن ابن عمر وهو في الحج ينظر إلى مرأة أعجبته أو أعجبه أعجبه حسنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد وجهه ويقول انظر الآن ما تنمش من أنه لماذا يدور له في وجه سبن الصفر لأنه ينظر نظر شهوة أعجبته المرأة واضح ويركر ابن عباس أن مرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سفعاء الوجه مدور وجهه وخشينه ولحنك متاح حقشان وعينها كبار وارح ولي وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض النسوة في الأسواق يعني يعطوا في الفلوس ويجزوا من الرجال وكذا قال فلتغير إحدى كنا يدها كيفاش تغيرها اليد غيرها بالحنة أعملي حنة أعملي حاجة بشي تميز لأن المرأة إذا كان اشغلت بالصناعة أصبحت يدها مثل يد الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب يبين ويبدل أن هذا يرى خاص بالنساء ولا خاص بالرجال حتى ولو أنك تمتهني في مهنة شعقة وكذا ماذا بيك تبدل وتغيري من الأشياء التي تظهر أنك أنفى أعمال شون واضح كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام معناها المصافحة أحكام النظر أحكام شريعة واضحة ثم قال والتلذذ بكلامها يعني مش كما العين فقط لا روحة الأذن عندك منافذ منافذ اللي هي العين الأذن اللمس ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذب المنافذ هذه الموصلة إلى الأنفى الرجل يحفظ المنافذ هذه لكي يخلها على إطلاقها يضيع ويوصل إلى المحظور ويعاقبه الشرع قال غض البطرة غض الأذن كيف يجب غض الأذن كيف يجب أن تذكرها الأذن لا وإنما إذا كان فم حاجة حسية بتلذذين في القلب استغذر الله سبحانه وتعالى بدل ورعلا إلى غير ذلك ثم سيأكل في موضوع جديد وهو أكل أموال الناس بغير طيب نفس نزل عنا وقت ولا انتهت انتهت أكل أموال الناس بغير طيب نفس موضوع هذا عظيم جدا أكل أموال الناس بغير طيب نفس أعظمه أعظمه أن يموت الإنسان وعلى ظهره حق من حقوق الناس أنتم سيد النبي سعسام كيف كان يشوف كان الوقت اللي تجيل جنازة أول حاجة يسأل عليه شنوى هل عليه دين فإن قيل لا صلى عليه ورأو صلت الرسول ما أدراك وصلي عليهم إن صلواتك سكن له بعد الصلاة بتاع الرسول يحفظ في القبر ويخفف عليه في القبر وبرشة سكنات مش تنزل عليه ورحماته فإن قيل نعم أروا عنده دين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك من يقضي عنه دين فإن قيل نعم صلى عليه وإن قيل لا يقول صلوا على ميتكم هذه يجب أن نفهمه لأن بعض الناس يأخذ الحديث بالظهر يقول ولا يصلى على صاحب الدين لا إكلامك موجود صحيح سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نعم لا تصلوا عليه هزوه برود لا وإنما قال صلوا على ميتكم هو لم يصلي عليهم حرم من صلاة الرسول ولكن لم يحرم من صلاة المسلمين صلوا عليه الناس علش ليكون عبرة لمن بعده تولي الناس تتحدث في بانك فلان شبيه وراه ما صلش عليه الرسول ويصلوا عليه الناس علش قال على خطر دين وراه كان مماطم ويحبش يخلص الناس وراه كان موجود واجه يسأله مثال فلان ولا فلان وهو قادر على السداد ومبعد ما يستدش وقت يتذكر يتذكر عند الموت ويمشي بعض شخص ذاك لورثائه روبوكم إنسان عشرة لاين خمسة لاين ولا مع النش هذه الخطأ الثاني خطأ أنه يقترض من الناس وقادر على السداد ولا يخبر أهله بذلك ما تخبر أنت زوج كلهم وراء وفلاني ساني كذا كذا وفلاني ساني كذا ويعمل ليس لانسان لانسان حتى إذا كان نمت هنك تذكر وخلص لي دين وهذا مفهوم وانا ما نحكي على التسلف ما بين الأخ والخو والصاحب والصاحب يبدو بالروح بالروح ويعرف معناه فلوسك وفلوسك عاد ويقول لكم سامحك دنيا ومع ذلك دائما يبقى دينا إلا أن يسامحه صاحب الدين والله تعالى أعلم وأحكم وإلى لقاء آخر انقدر الله البقاء واللقاء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين